الصيف بقى أكثر حرارة والشتاء بقى أكثر برودة كلنا بنتابع ما يعرف بتدعيات التغيرات المناخية اللي بتعتبر من أهم التحديات اللي بتواجه دول العالم كله ربما علشان كده الدولة المصرية كان لها أجندة خاصة في هذا الأمر وخدت خطوات كبيرة جداً علشان تواجه مخاطر التغيرات المناخية اللي بتأثر على كل قطاعات الدولة الدولة المصرية نفتت عدد كبير من المشروعات الخضراء اللي بتحافظ على البيئة اللي بتحافظ أيضاً على التنمية المستدامة بما توافق مع رؤية مصر 20-30 أكيد يا مصطفى يمكن إحنا لما قعدنا فترة طويلة جداً نتكلم عن كاب 27 والاستعداد كان لكاب 27 وانتهى المؤتمر بالتوصيات وبالنتائج اللي حصلت ناس كتير كانت متخيلة إن الموضوع فيه تسليط دوق إعلامي فقط علشان نكون بنتكلم لغاية انتهاء المؤتمر ولكن الدولة المصرية فعلاً بتاخد خطوات وبتعمل بالتوصيات وشغالة على الموضوع ده وده فعلاً زي ما مصطفى كان بيقول بيتوافق مع رؤية مصر 20-30 خليناً نتكلم بتفاصيل أكتر عن المشروعات الخضراء وازاي نقدر نحافظ على البيئة اللي بوجهة التغيرات المناخية ايه اللي بيحصل بالفعل في التغيرات المناخية وازاي بقت مؤثرة على حياتنا بالمنظر ده ازاي احنا حاسين بالتغير ده في الجو الكاتب الصحفي محمد صلاح منورنا وحيكلم معانا عن كل التفاصيل دي أهلاً وسهلاً بحركة أهلاً بحركة فلم أهلاً بيجي فلم خليني قبل ما أخش على ما يحدث في مصر أو التناول المصري الموضوع للتغيرات المناخية أبدأ برزدك لما يحدث في الحالة ازاي بترصد موجة الحر اللي بتضرب نصف الكرة الشمالي التغيرات اللي ربما الكل مستغربها ازاي أثرت أيضاً على ما يعرف بالأمن الغذائي العالمي ازاي أثرت على سلاسل الإمداد اللي موجودة يعني بانوراما سريعة كده لما يعرف بتغيرات المناخية وأثرها على العالم والله في البداية أنا حابب أن أنا أوجه شكر حضرتك والأستاذ عالي للصدفة الكريمة النهاردة في برنامج بالنسبة للجنة هو برنامج دي قيمة كبيرة أول يعني احنا من الجيل اللي اتربى على صباح الخرية مصر واللي بدأ معا البرنامج من البداية فأنا في قمة السعادة أنا موجود معكم النهاردة النقطة التانية اللي حابين نتكلم عليها وهي فكرة التغيرات المناخية نفسها والجدل اللي الثائر حولها لأن فكرة التغيرات المناخية يعني كفكرة مش كله مؤمن بها وفي حوالها تشكيكات كتير ناس كلي بتشكك ما ستقول لأ دي أفوارها لأ دا فيه كذا مع أن لو بصنا لحياتنا احنا كأفراد وإحنا صغيرين درجة الحرارة في الصيف كانت عاملة إزاي والأنشطة اللي كنا بنقوم بيها احنا كشباب في الصيف بننزل نلعب بننزل نتمشى بننزل نتهوى النهاردة هل يمكن أن احنا نقوم بنفس الأنشطة دي تحت درجة الحرارة اللي احنا يعيشين فيها الفترة دي في 2023 هل درجة الحرارة في 2023 بنفس معدلات اللي كانت موجودة فيها مثلا سنة 1923 وإلا الأمور زادت وتطورت وبقت أخطر من الأول فطال لما الموضوع بيحصل وبتحقق أول حاجة احنا ما تجينا نعرفها إن الجدل والتشكيك في هذا الأمر خلاص ما بقاش لي معنا فلازم نبدأ نتحرك على الأرض الواقع علشان ننقذ ما يمكن إنقاذه لأن احنا النهاردة كنا في 1990 بدرجة حرارة معينة دخلنا 2000 زادت 2010 زادت 2023 زادت أوي يعني وحكاية مع المستوى العالم نيجي من التصريح الأبرز لأنتونيو جوتيريش العامل الأمم المتحدة لما قال إحنا عدينا مرحلة الاحتباس الحراري خلاصة احتباس الحراري ده كان عد إحنا في حالة الانصهار يعني الكرة الأرضية اليوم واصلت مرحلة الانصهار فلابد لي أن احنا بقى فهمين المتغيرات العالمية والدولية صح والتوابع اللي حضرتك أشارت ليها في البداية وهي توابع خطيرة جدا لأن الموضوع مش مرتبط بحاجة معانة أو بظهيرة معانة قادر ما هو مرتبط ببقاء الجنس البشري نفسه على الأرض فمحتاجين إن الموضوع يكون في توعية أكتر والناس يكون فهمة أهمية لخطورة الموضوع نيجي بقى لبداية الحديث بداية الحديث عفوا بداية الحديث عن التغيرات الملاخية التغيرات الملاخية ظهرت يعني أول كلام عنها ظهرت في القرن الثمنتاشر والقرن التسعتاشر عن طريق الأدباء الإنجليز والفرنسيين اللي هم بدوا يتأثروا بحركة التصنيع القوية والواسعة اللي قامت في الدول الغرب وأوروبا في هذه الفترة بعد معارف بي الثورة الصناعية الثورة الصناعية اللي قامت في القرن السابع عشر أو آخر القرن السادس عشر كانت بالنسبة للناس صدمة جيدة إن أحد ما توجه للآلة وأنا عشان أتوجه للآلة لازم أستخدم طاقة تحرك هذه الآلة أو تشاكلها فبدأ الاعتماد على مصادر الطاقة غير نظيفة اللي هي مصادر الطاقة العادية اللي هي التقلوبية بايتنا الفحم والبترول أو الأمور دي كلها فمخرجات هذه الصناعة أو مخرجات هذه الطاقة كانت بتلوس البيئة حوالين الشعراء والأدباء فكانوا بينزعجوا جدا من هذا الإسلوب ده كان أول حاجة وأول رصد لظاهرة التأثيرات أو التغيرات اللي بتحصل في البيئة بسبب حركة التصنيع دخلنا بعد كده قدام شوية حركة التصنيع بدأت تزيد حركة التصنيع بدأت تبقى أكتر من الأول الموضوع بدأ أنه هو ياخد شكل أكثر خطورة مع دخول القرن العشرين بدأت أمريكا في مرحلة دراسة العالم طب يا جماعة إيه اللي بيهدد الكرة الأرضية النهاردة لأوا أن أكبر حاجة بتهدد الكرة الأرضية هو تغير المناق طب تغير المناق دي نتج عن إيه نتج عن عدة أسباب الاحتباس الحراري جزء منها الاختلل التوازن البيه جزء منها مشكلات الخاصة بحقوق الإنسان لأن أكثر مسببات هذه المشاكل والكوارف هي مرتبطة بمعاشتنا يعني لو قلنا إيه السبب بالاحتباس الحراري هنقول الغازات الدفيئة مثلا زي سانية وسيد الكربون مثلا زي الميسان زي كذا طب الغازات دي بتيجي من إيه بتيجي من استغنباتنا اليومية أنا بركب عربية وحركة تركب عربية والأستاذ بركب عربية هذه العربات تطلع سانية وسيد الكربون يلوث الجو مع دخول أشعة الشمس في الغرف الجو يبقى أنه يرفع درجة الحرارة لأن الغازات دي أصلا بتبدأ أن هي تزود درجة الحرارة أو بتمتص الحرارة بتاعت الشمس فلو الشمس جاية مثلا سيد تلاتين الغازات دي بتخليها خمسة وتلاتين وستة وتلاتين بفعل هذه الغازات أو الانبعاثات الحرارية دخلنا الثاني على حاجة وسائل الانتقاد وبعدين وسائل الزراعية نفسها اللي حصل في الزراع التطورات الخطيرة اللي حصلت في الزراع الفترة الأخيرة بالاعتماد على مساببات الميسان داخل الأراض الزراعية والأراض الزراعية وإزاي أن في عندنا بعض من المبيدات وبعض من الأعيادات المستخدمة في الزراع زي المزوط والحاجات دي كلها زاودت عندنا برضو حجم المستخدمات الحرارة داخل الحرارة دخلنا نبص على الطاقة والكهرباء لقينا الكهرباء في البيوت استخدام الكهرباء داخل البيوت بتزيد بشكل فبيعي فطبعاً محطات الكهرباء بتاخد البترول وبتاخد الحاجات اللي هي الطاقة الغير نظيفة وتبدأ ان هي تطلعين نفس الموضوع طب الحل ايه بقى عشان نخلص من كل المشكلات دي كلها قال الحل هو استراتيجية التنمية المستدامة او السستينبول ديفيلومنت اللي ليها تالت جوانب رئيسية الجوانب الرئيسية هي اللي بتعالج كل هذه المشكلات عشان خطر تحل المشكلة بتاعت الكوكب قبل الجانب الاول هو الجانب البيئي ان انا حافظ على البيئة وحافظ على نظافة البيئة والتوازن البيئي ويبقاش في عندي اي مشكلة فيه ما يخص اختلال التوازن البيئي داخل الكوكب الارض الجزء الثاني جزء اقتصادي ان انا ابدأ افتح مجالات عمل جديدة ويبقى في عندي انشطة صناعية وانشطة تجارية وانشطة زراعية خضراء خضراء قائمة على فكرة ان انا استوعب هذا العدد الكبير من الشباب اللي بتخد سوء العمل كل سنة واعمل زي نقول كده ايه التحول او الترانسفورميشن من النظام العادي اللي احنا فيه او الاقتصاد العادي او الترديشنال اي كونومي دلوقتي للجرين اي كونومي ايه هو بقى الجرين اي كونومي ده كل حاجة في حياتنا ولكن بدون انبعثات يعني احنا هنفضل نركب نفس العربية بس بدل ما نحط مثلا بنزين او غاز او اي محروقات من المحروقات دي لا هنستخدم الغاز الطبيعي او هنستخدم السرات الكهربية في المستقبل بدل ما يكون فيه عندنا مثلا الطاقة الكهربائية في البيوت تكون استهلاكها عالي لا احنا هنعمل تصميمات معينة لشكل المباني وللقوض وللمساكن يكون فيه اعتماد اكتر على عشاعة الشمس في اضاءة البيوت هنوقف التهدير هنوقف التهدير عن طريق فنعيد استخدام اللي موجود بشكل مختلف فنقلل الانبعاثات او نقلل اضرار قدر الامكان مع استخدام مصادر مختلفة للطاقة بالضبط عن طريق ترشيد الاستهلاك يعني ابدأ مثلا في الكهرباء انا مثلا لو بستخدم في البيت مثلا كمية معانة من الكهرباء لانا لما دمساحة لشعة الشمس انتدخل البيت مثلا في وقت النهار انا هقلل الاستهلاك بتاعي واعتمد على نور الشمس الطبيعي ان انا ادخل هنا ازالك بقى فيه عندنا حتى مرتبط بظهور مبنى العمارة المستدامة او الهندسة المعمارية المستدامة الجديدة اللي هاد تعتمد على ايه كل حاجة ترشيد استهلاك خفض استهلاك خفض استهلاك خفض استهلاك في الماء خفض استهلاك في الطاقة خفض استهلاك في كل ما يشمل البيت نفسه حتى يعني كمية الحديد والاسمنت والمستدامة في البناء بتبقى اقال من الكيمات العادية اللي هم نستخدمها التصميم او الدزاين بتاع البيت يشمل ان فيه تهوية او نموذج نوع معين من التهوية يخلي الانسان داخل البيت يسمح بمرور الهواء مش مستاهل او مش حايز يفتح التكييف لهو قاعد في بيته مظبوط الهواء جيدة الهواء جيد له من كل حتة في تصميمات معاناة لمباني والفرضات ما بينها تسمح بمرور الهواء تخلي الامور اقل في استخدام الطاقة وبالتالي انا بقال الاستهلاك وحرك بتقال الاستهلاك نيجي في الاخر لمصر كلها بشكل عام وللعالم كله بشكل عام حنلاقي الاستهلاك بتاع الكهرباء الاستهلاك من للمحروقات او للطاقة التقليدية ونبدأ نخش في مرحلة خفض الانبعاثات لان فيه هدف قراري حطى الامم المتحدة لهذا الامر مين بقى اللي بيعمل الكلام ده يعني احنا ما احناش السبب احنا ما كانش ليا دعوا باي حاجة من دي خلص الدول الصناعية الكبرى هي اللي تسببت في المشكلة دي واحنا اللي واغدين يعني مبادرة شديدة جدا واغدين الاثار وتبعات هذا الموضوع واحنا شايفين بقى فيضانات وحرائق في الغابات هناك يعني مبين بقى مشاكل كبير جدا وفي نفس الوقت احنا بنحاول ان احنا نعدل ونرشد ونطور في استهلاكنا ونستخدم وسائل اخرى نظيفة هل الجميع مجبر على استخدام وسائل نظيفة وان هو يقدر يتعامل في الفترة القادمة بالشكل اللي المفروض تكون كل الناس يتعامل به ولا في الاخر برضو البعض لن يستخدم هذه الوسائل شوف هفندي ما هو بالنسبة احنا عندنا مشكلة مع الدولة الكبرى لان هي نعني كان مرة رئيسة السيسي كان لها في مؤتمر قبل كده قال لي انتو ظلمتوا افريقيا مرتين تحديدا افريقيا لان افريقيا تعتبر القارة الاكثر تضرورا من التجارة الملكية طبعا فانت ظلمت افريقيا يمتى ظلمت افريقيا لما خدت الموارد الاول عشان تعمل الفورة الصناعية بتاعتك وتعمل التطور الاقتصادي اللي حدرك حققته وتاخد كل الثروات لمصلحتك والمصلحة دولتك وتلوث للبيئة وتلوث للهواء وعايزني الان النهاردة كأفريقيا ادخل في هذا العمل او في هذا الشأن اعمل مشروعات مناسبة او مطابقة لمواصفات البيئة عشان قاطر اعمالها وانا اصلا كده كده انا ما عنديش حاجة انها الدول الافريقيا انا فساها دول فقيرة جدا بطبيعتها وما عندياش الموارد اللازمة لها هذا الامر فالمفروض ان الدول الكبيرة اللي استفادت من التصارة الصناعية واللي جمعت كل الفروات واللي معها كل الفلوس واللي معها كل رؤوس الاموال انها تدخل تدفع فلوسها او تستثمر اموالها في هذه المشروعات البقية داخل الاسواق الناشية او داخل الدول الافريقية في اي تجمع دولي في اي حاجة دايما الرئيس السيد تحديدا في كل الخطب الدولية الخاصة بالاتحاد الافريقي تحديدا بيدافع عن حقوق الالقارة الافريقية في هذا الامر ونطلب من الدول الكبيرة دي حارك زي ما بواست صلح يعني حارك زي ما عفسدت المناخ حاول معنا بتعالج المشكلة الدين فرصة انقل لي الدين رؤوس الاموال اللي بتساعدني لانا اعمل المشروعات اللي هي البيئية او المشروعات الخضراء دي عندي في البلد طب الشيء بالشيء يذكر يعني الامم المتحدة حارك كلمت عنها عن خطة التنمية المستدامة اللي وضعتها من اجل ان يكون العالم اخضر مصر ليها خطة تانية ربما تناسبها ربما بلون مصري او افريق او بلون يناسب هويتها الوطنية ما يا خطة مصر التنمية المستدامة عشرين تلاتين وعشرين خمسين بدأنا فيها ايه ونقص لنا ايه هو نقدر نقول ان الخطة الخاصة بمصر في هذا المجال هي اتعتبر تمصير لخطة الامر المتحدة يعني انا خدت المبادئ اللي هيطة الامر المتحدة اللي هما السبعتاشر هدف بتوع التنمية المستدامة وحطت اللي يناسبني منها بالخطة اللي محتاجة يعني مسلا في حاجات ممكن تكون بالنسبة لنا كمصر انا محقق فيها شوق كبير جدا وقوي جدا فمش محتاج ان انا ايه ازود فيها في عندي حاجات تانية لا محتاج ان انا ابزو المجهود اجبر فيها فابدأ اديها مساحة اكبر لو اتكلمنا على الموضوع ده هنتكلم عن اكبر خطة حصلت في وسائل النقل باتبار ان النقل ده من اكبر مسببات التلوث ومن اكبر مصادر الامبعاثات الحرارية على وجه الارض فبدا اننا نوصف مصر على ايه مصر جات عملت شبكة طرق ما تسمعش بالانتظار كتير لأ الطرق كلها تبقى مفتوحة وسلكة وما فيش اي حد بيقف ولا شرات مرور ولا حاجة زي كده وده قلل بكتير جدا لانبعاثات الحرارية قلت المحدش كان يقدر يقف ده ايه اف اي اشارة من الاشارات صحيح والنهاردة انا عايز اقول احنا حتى لما بنلاقي الشرع واقف لأي سبب في حادث مثلا او حاجة احنا مش متعودين على كده ما بيناش متعودين على الوقفة في الزحان فلا الطرق النهاردة كلها مفتوحة عندنا جزء خاص بالتوسع خارج نهر النيل خارج الواج الضيق بتاعنا في العصمة المدرية الجديدة لكن احنا بنسبة لمصر كل محافظة اتعمل لها ظهير من مدينة جديدة ذكية مش بس مدينة جديدة كل محافظة لها مدينة كذا الجديدة يعني من اول اسوان اسوان الجديدة اللي هو اسور الجديدة انا الجديدة سهاج الجديدة عسوط الجديدة طول ما انت ماشي من الجنوب للشمال هتلاقي كل هذه التجمعات السكنية الجديدة داخلة بهذا الشكل الاهم بقى مش في كده الاهم ان انا بعمل المدن دي ازاي انا بعملها على الاسس والخضراء دي من دلوقتي بابد ان انا تتمد على تغذية هذه المدن بمحطات طاقة شمسية كبيرة واحنا عارفين طبعا اللي عندنا في بيمبان محطة بيمبان اكبر محطة طاقة شمسية في العالم عندنا الجزء الخاص بان انا قد اشغل طاقة الرياح في الظاهير الموجود في السويس وفي الزعفرانة في طريق السويس الزعفرانة والغرداء وفي محطة تعمل في الغرداء في الفترة اللي جاية عندنا التفاقيات عديدة جدا جدا لانتاج الهيدروجين الافضر والوقود الحيو في مصر نبدأ نتكلم مع الشركات الدولية نتيجة تعمل عندنا هنا المصانع وتنقل لمصر النوهاو بالتاعة التكنولوجيا ودي اهم حاجة في الموضوع لان الفكرة مش انك تديني منتج واسدني لا انقل النوهاو وحاول تغيير لطبيعة الشعب وحاول تبخر الحاجات دي في ثقافة المصريين وفي ثقافة الطلاب لان اعايز اقول برضو في جزء مهم ناخد منه ان جزء من اول وقت التنية المستدامة ان انا علم الناشئ اللي طالع يعني يتم بها مستدامة بس احكا انت دينا نشتغل عداف مناهج التعليم المتورة الجديدة فلما يكون في عندي بتعليم مجالات النهاردة زي مجال هندسة المناكة مثلا ده مجال جديد بدأ يدخل الاسواق المصرية وبدأنا نتكلم عنه دلوقتي بشكل جيد عندنا مجال زي الطاقة المتجددة ده مجال دراسي حيفتح ابوب عمل لملايين في الفترة اللي جاءة ان شاء الله بإذن الله وأظن ان الفترة اللي احنا فيها اللي احنا بمور بها حاليا دلوقتي هتدي فرصة وهتحاسس الناس باهمية الطاقة المتجددة دي حاجة بتاعتي انا ويكون في عندي نورج بتاعها عندي الفن اللي هيعمل الصيانة عندي الفن اللي هيركب عندي المهندس اللي هيصمم كل دي بقى موجود في مصر ودي اهم حاجة في الموضوع هنقل بعد كده في التنمية المستدامة على الزراعة الخضراء اللي هي مفيهاش بقى مبدايات مفيهاش مبدايات مفيهاش الحاجات دي كلها لا هي زراعة زي ما حصل في بداية الخلق نحد بالنهار ده بس باسلوب بس بشكل مخترم بشكل كويس بشكل مناسب يطلع للحاجة بالمواصفات اللي انا عايزها يطلع للخامرات بالشكل اللي انا عايزوا مطابق للمواصفات الدولية لان برضو عندنا حتة موضوع المواصفات الدولية ده معظم الناس مش ميدياها الاهمية موضوع المواصفات ده هو اللي بيفرق منتج عن منتج هو اللي بيصدر هو اللي بيصدر هو اللي بيصدر الاسواق الكبيرة انا لما لاي منتج بتاعك مطابق للمواصفات انا هجيلك ااخد من عندك لكن منتج غير لائق واقل من اجهدته اقل من المواصفات الدولية كلها هعجله ازاي وهيشتغل عليه ليه فالمهم انك مش بتعمل الحاجة وبس بتعمل الحاجة صح وده نقطة مهمة جدا بتصل في مصر عشرين تلك فكرة انك بتعمل الحاجة صح احنا شغالين بقالنا فترة طويلة على كتير من المشروعات يمكن مشروعات الخضراء احنا مش مدينها حقها كفاية في ان احنا نتكلم عليها وان احنا نبقى عارفينها احنا بقالنا فترة شغالين عليها لو حالك تقول لنا ابرزهم واحنا شغالين عليها اول ابرزهم يمكن احنا فيه عندنا مشروعات السيارات الكهربائية دي موجودة خلاص بيتم العقود الاخيرة لها حصل عقد التدائي وحاليا فيه عقد نهاية بتعمل ده مهم جدا لنا بالنسبة لنا فيه عندنا مشروعات اللي هي بتخص الطرق عندنا مشروعات تانية بتخص المدن الجيدة المرنية على الطراز اللي هو جيل الرابع او مدن الجيل الرابع عندنا اكتر من مشروع احنا في موضوع التنمية المستدامة بالذات احنا حققنا هدف كتير جدا احنا عندنا النهاردة فيه كنز اسمه حياة كريمة لو كلمنا مثلا على محاربة الفكر وعلى مثلا ان احنا بنحاول ان نوفر مستوى او جودة حياة عالية اعلى ما يمكن توفير مجاوز حياة المصريين ما حياة كريمة هي عبارة عن ايه ما هي نفس الموضوع ده شبكات مية وشبكات الصلاة وشبكات صرف وشبكات غاز وشبكات كهرباء حاجة حتنقل الريف المصري نقلة تانية هو يستحقها ورأيي ان المشروع ده تأخر فترة كبيرة جدا المفروض المشروع ده كان لازم يحصل من التمانينات من السبعينات يعني مش من النهاردة زي عسان بادر اوي فده مرشروع عظيم يعتبر من اهم موجهزات مصري في موضوع التنمية المستدامة عندنا اكتر من حاجة تخص بقى ايه تخص الانتاج انه بيتخش دوقتي بالضغط بتطبع المعيير البيئية على المصانع انه لا اه لو تفتكر حرك زيارة الرئيس لأسوان ومصنع كيمة أسوان طبعا والشاب الأسوان الجميل الزبط اللي طيرها يشتكم من موضوع البيئة والصرف ساعتها ايه وزايد تحرك الرئاسي كان حاسم ورئيس راح بنفسه صحيح رئيس راح بنفسه بعد المؤتمر على طول واصدر توجهات ان الموضوع توقف وفعلا توقف عندنا اهتمام بتنظيف البحيرات الشمالية اللي هي في البحر المتواصب سواء بحيرة ايتكو وبحيرة بردويل البردويل ده 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 فيه طفرة جبيرة حصلت في قصة البحر طفرة جبيرة جدا ده غير بقى المواني اللي هي بيحصلتها شغل تانية بقى خالص طب قصة بقى تآكل الشواطر ودي ربما الأمم المتحدة مهتمة بها جدا وخصوصا مع التهديدات بارتفاع مستوى البحار وغرق مدن كاملة ودولة عملت فيها جهة عظيم يدرس حقيقي حقيقي مجهوداتنا حصل فيها ايه اه وفي فتاح مدينة المنصورة الجديدة يعني كم الفريق كامل الوزير قال كلمة محدش خبله منها ان احنا حطينا مصادات في بداية الشواطئ عشان نمنع التآكل بتاع الشواطئ ونحافظ على اليابسة بتاعت المنصورة الحتة عدت على الناس كده محدش خبلهم هي معمولة اصلا علشان خطر حتة احنا كلنا شايفينها في اسكندرية لكن ما لاحظناهاش بقى في السواحل الشمالية يعني اه يعني هو في المنصورة جديدة حديدا انا فاكر كويس الفريق كامل وزير وزير انه اتحد اتكلم معنا في نقطة دي او اعظن وزير الاسكان انا اتذكر عشان بقاش كذب اه والحتة دي لفتت نظري قوي اقول ان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاسبق اتكلم معنا قصوية حديدا وزكر الاسكندرية بالاسم وقال الاسكندرية هتغرق خلال عشرين سنة ومتعرفوا حيات كده لا بنا يسرف لا بعد الشر لا مش يحصل يعني ان شاء الله فاحنا بدأنا نتحرك فيها وبدأنا نحط استراتيجية لحماية الشواطئ من التآكل ده جب طبعا هنا في عندنا في الساحل الشمالي برضو بتعمل نفس الموضوع وكل مكان او كل مكان بيحصل فيه تنمية بيتعامل حساب الموضوع ده لكن برضو هارجوا انت مهم اعملت الحد هو الاساس المسبب الرئيسي ان درجة الحرارة بترتفع الثروب بتسيح بتنزل درجة الحرارة بتزيب الامطار بتزيب فيماكن وبتقطع فيماكن تانية هو الكوكب اصلا سبعين في المئة منه مياه بالزبط احنا بنعمل مجهودات مجهودات الاستثناءة واليابسة على فكرة مجهودات خارقة بس ايه الفكرة الاساس في الموضوع اني انا عادي اتعامل معها بيسموها كده او الاساسيات او المسببات الرئيسية زي ايه مثلا زي موضوع التغير منه الاحتباس الحراري ان كل ده هو اللي حيوديني للموضوع ده طب انا عملت فضلت ابني 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 ودرجة الحرارة بتزيد 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 يعني كل حاجة بتأدي الحاجة برغم احنا بنقول ممكن يحصل غرق لبعض الاماكن وبيحصل فيضانات وبيحصل دوبان سبوك منلاقي جفاف شديد برضو في نفس الوقت دي بقى عند الاسهار اللي هي الاسهار السياسية للتغارات الملاخية ان في دول كاملة النهاردة في العالم عايشة عن امطار فلما الملاخ بيتغير المطر بدلا بينزل هنا حينزل هنا طب الناس اللي عايش هنا ده هتعمل ايه فبدأ اللي بيحط السيناريو اللي بيحط الديزاين يحط في باله ان فيه ناس ممكن تعمل هجرات كبيرة وتبدأ انها تخرج بين هنا ل هنا دازلت فيه كلام كتير على حيطة حقوق اللاجئين او المهاجرين او او هو الكلام عن الحاجات دي كلها السبب ايه ما هو سبب الموضوع ده انك بتؤهل نفسك لهذا الامر عشان خاطر ما يتسببش في مشكلات كبيرة في المستقبل لان الموضوع ان اعكاساته كبيرة وخطيرة فوق محد يتخيل لان الانسان اذا لم يجد يعني مشهول اكل مية هيئيش ازاي صحيح وهيضطر نوع ينتقل من هنا ل هنا ازاي والتغيرات الديمغرافية القائمة على هذا الانتقال هتبقى عاملة ازاي والمجتمعات اللي هي المغلقة على نفسها والمجتمعات اللي هي المحلية هتتعامل مع هذه المتغيرات ازاي كل دي اسئلة لازم نحطها في بالنا واشنم بتكلم عن التغيرات مناقية بالتحديد تاركن من خير بام ودجورينا القصة تانية وهي قضية الامن الغذائي وربما يعني المسؤولين الاوروبيين بيأتوا للرئيس السيسي وبيكلموه على قضية الامن الغذائي دايما باعتبار ان مصر سرعت مليون ونصف مليون فدان وحققت نوع من انواع الطفرة السريعة جدا فيما يتعلق بالشريع زي مستقبل مصر زي تشكة زي الظهير الاخضر اللي عملنا لكل محافظة كلمنا عن ده ازاي ده يساهم ايضا في تعزيز خطة التنمية المستدامة القصة بالامم المتحدة وخطة مصر ايضا القصة بتغير بمواجهة التغيرات المناخية هي الفكرة كلها بانك بتفهم الهدف من الموضوع او بنفهم انا عايز اروح فين التارجيت بتاعي ايه بالزبط وده كان واضح من اول يوم اتقرر في الرئيس السيس ان هو هيعمل موضوع التنمية المستدامة او استراتيجية مصر عشرين ثلاثين لما بدأنا نتكلم على هذا لما بدأنا نتكلم على هذا الامر ودخلنا في التفاصيل لقينا ان احنا ممكن لما نيجل ننقل المليون ونصف الدين دول ونبدأنا طبقهم وممكن احنا قولنا مليون ونصف 2016 النهاردة بنتكلم في اكتر من كده كمان يعني انه حسبنا الاراضي اللي في تهوشكة الجديدة مع الاراضي اللي في الدينة الجديدة مع شارع الوعينات احنا هنعد في اكتر من مصر بالزبط اكتر من مليون ونصف قدان كمان والاهم من كده ان انا بطلقها بالمواصفات وبالمواصفات البيئية المظبوطة السليمة الحاجة الارجانيك اللي هي اللي تتاكل المواطعة والمواصفات المصفوط الاوروبية كلها فلما حصلت المشكلة الاخيرة دي مثلا بين روسيا وبين دول اوروبا وبدأت التجارة بينهم تنتطع تعريب بقرش فيها اي تجارة بينهم وبين بعض الاسواق البديلة تبقى فين ما تبقى في المنطقة بتاعتنا الشرق الاوسط وافريقيا هيحاول يجيب الاكل من المعود ده مش غير الشرق الاوسط وافريقيا لما حصلت ازمة كورونا كانت شبيهة بازمة الحرب الرسول الاوكرانية برضو كل اللي علم عمل اغلاقه وكل واحد قاعد في البيت من اللي انقذ القارة الاوروبية برضو من اللي وصل لها الحاجات دي كلها ما هي مصر برضو كانت موجودة وجهزة طب هل ده حصل من فراغ ولا نتيجة رؤية للدولة المصرية وهي شايفة ان هذه الاخطار وشيكة وخلاص هتوقع لا فيه رؤية متطورة وفيه عندي وجهة نظر ساقبة جدا سواء في موضوع التطورات المناخية وبدأ ان ناخد فيه اجراءات وبدأ ان ناخد فيه خطوات واسعة للامام او بالنسبة للعلاقات التجارية القائمة عليها لان هذه الفكرة كلها مش تغارات مناخية وبس لا ده هو تغارات مناخية قائمة عليها مجموعة من الفرص في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة لازم ان كدولة مصرية استغلل واقتنس هذه الفرص عشان خاطر احقق لمصر الاستقلالية الكاملة ومفاهيم القوة الشاملة داخل مصر ان شاء الله وده هينعكس على وضعنا وعلى مركزنا داخل وخرج مصر بيضنا في القريب العاك اكيد ان شاء الله دايما احنا دايما عندنا رؤية مستقبلية وشغالين عليها بكل حسم وبكل خطوات ثابتة ان شاء الله نقدر نحقق والوضع يتحسن كثيرا نورتنا وشرفتنا الكتب الصحفي الاساس محمد صلاح اهلا وسهلا اهلا عليكم شكرا جزيلا